مع انتخابه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما يمثله من امتداد للمسيرة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات الشقيقة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم أجمع تفاعلا بمئات آلاف المنشورات في مختلف المواقع والمنصات بالإضافة إلى التغطية الواسعة في الصحف العربية والدولية من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف في دول مجلس التعاون والوطن العربي والعالم أجمع مئات آلاف التغريدات والصور في مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معبرين عن أخلاص تهانيهم على هذه الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وعبر رواد منصة تويتر احتفاء بانتخاب سموه في صورة تعكس مدى حب وولاء ووفاء الشعب الإماراتي لقيادته حيث أطلق عدد كبير من نشاطاء التواصل الاجتماعي لإماراتيين والخليجين والعرب واسم خير خلفين لخير سلف معبرين من خلاله عن تمنياتهم الخالصة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بناءها الراسخ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله وفي الوقت نفسه داعين المولى عز وجل أن يوافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان لخدمة الإمارات وشعبها وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية حيث أجمعت التغريدات على عبارات نبايعك ونعاهدك سيدي رئيس الدولة على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمضي تحت راية سموك في مسيرة الإنجاز والتطور أما في الصحف فكان لخبر انتخاب سموه النصيب الأكبر على المستوى المحلي والخليجي والعربي بعشرات الأخبار والمقالات والتبريكات بعد أعلان المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي عن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معربين عن خالص تهانيهم للشعب الإماراتي الشقيق بهذه المناسبة التي تمثل بدء مرحلة مهمة على خطى المؤسس زايد الخير واستكمال الدور الريادي للراحل الكبير الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله متمنين كل الخير والنجاح نحو تحقيق المزيد من الرفعة والازدهار لدولة الإمارات وشعبها العزيز